عبد الله يقول يعني بالنسبة للمرأة أو الزوجة السيئة سيئة الخلق وسليطة اللسان وتعتدي على زوجها بالإيذة يقول أمام أولاد أو أمام كذا يقول الزوج في حيرة إن طلقها تشتت الأولاد وإن أبقاها أبقاها على مثل هذا الخلق السيئ يقول ملعما أخي عبد الله بارك الله فيك أولا لا يجوز للرجل أن يؤذي امرأته ولا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها ولذلك ربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولذلك الآية هذه وإن كانت عامة إلا أن ما يتعلق بالزوجين أيضا يشملهما هذا الوعيد الشديد فيحرم على الرجل أن يعتدي على زوجته بالإيذاء ظلما وعدوانا ويحرم على المرأة أن تسيئ إلى زوجها وأن تؤذيه سواء أذية معنوية أو أذية مادية حسية والأمر الآخر بالنسبة للرجل هو القائم على البيت فالله جل وعلا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى ماذا قال قال وليس الذكر كالأنثى وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولذلك الرجل هو القيوم على المرأة في البيت وهذه قوامة شرعية من الله عز وجل وهذه لا يعني السلطوية ولا يعني الظلم ولا يعني الفرعونية ولا القهر لا قوامة إرشاد وتوجيه وإنفاق وحرص وحذر وحماية للمرأة هذا هو الرجل الذي فعلا يقوم على البيت أما المرأة فيجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل حتى ولو كان في قضية تقييد المباح فما دام أن الزوج له نظر وهو أدرى من المرأة من زوجته في واقع الحياة وما يحصل خارج البيت فله الحق الكامل أن يقيد بعض المباح وذلك حماية لأهله وحماية لعرضه وحماية لدين أهله وحماية لسمعته هذا الواجب والمرأة الصليطة اللسان التي تتسلط على زوجها بالسب والشتم لا شك بأنها آثمة وهناك من يلعنها هناك من يلعنها وهم الملائكة وأيضا الحوريات العين في الجنة فأي ممرأة تسلطت على زوجها فالحوريات العين يلعنها ويقول يوشك أن يصل إلينا ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأهل العلم لهم كلام في مثل هذه المسأة حتى إنهم رهبوا الأزواج في حرمة البقاء مع هذه المرأة صليطة اللسان التي تؤذي زوجها وشددوا في هذا الأمر وقالوا بأن أحيانا يجب على الزوج أن يطلق هذه المرأة التي ما نفع معها جميع حالات الإصلاح وحالات الإرشاد والنصح وغير ذلك ما نفع معها وإنما هذا الخلق السيء طبع ولذلك تؤذي زوجها في جميع الأوقات وأشد من ذلك يوم أن تؤذي زوجها أمام أولاده الذين يمثل الأب عندهم رمز وقدوة وقيمة كبيرة جدا فحينما يرون الوالد بمثل هذه الصورة الضعيفة أمام هذه المرأة وهو غير ضعيف لكنه يوازن بين المصالح والمفاسد لا شك بأن الإثم أكثر أكبر والخطيئة أشد نسأل الله العافية والسلامة عموما يا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع أن ترشدها وأن تعلمها وأن توجهها وإذا ما نفع معها حاول أن تدخل أطراف أخرى في قضية إصلاحها وكف أذاها ومنعها من الاعتداء عليك إذا ما صلحت أنت الآن بالخيار إما أن تصبر والله يعينك على مثل هذا الأمر وإلا لك الحق الكامل والله عز وجل أذن لك بمثل هذا في قضية رفع الضرر عنك فالطلاق ما شرعه الله عبثا شرعه لمثل هذه الحالات الله عز وجل لما قال الطلاق مرتان أنزل سورة كاملة هي اسمها سورة الطلاق إنما جعله حل لمثل هذه الحالات السيئة وأنا أنصح هذه المرأة أختي الفاضلة أنصحها وأذكرها بالله عز وجل أن تتقل لها في زوجها وأن تعلم إذا كانت فعلا قادرة على أن تتسلط على زوجها فهناك من هو أقدر منها وهو الله جل وعلا ولذلك إذا أمهلها الله فإمهال الله عز وجل حتى تتوب لأن الله يستدرج أحيانا عبادة يعطيهم ويمهلهم فلا تظنين بأن الله راضي عنك أبدا إنما الله عز وجل يعطيك الفرصة للتوبة والإنابة والرجوع وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد إذا أخذ الله عز وجل وانتقم إن أخذه أليم شديد فالآن أسألكم بالله لو أن رجلا سمع خبر بأن واحد يدعي عليه ما يرتاح والله ما يرتاح ولا يستطيع ينام كيف والملائكة تلعنها وكيف الحور العين يلعنها فعليها أن تخاف الله عز وجل وأن تتقيه وأن تكف عن مثل هذا الإيذاء والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للرجل الذي يؤذيه جاره بعدما صبر وصبر وصبر فثم قال ضع متاعك في الشارع فكان كلما كل شخص يمر يسألونه خير فيقول جاري يؤذيني فقالوا لعنة الله عليه فأنت الآن لو أخبرت الناس بيلعنونها الناس يعني تلعنها الحور العين والملائكة ويلعنها الناس أجمعين فلذلك عليها أن تتوب وأن تراجع نفسها وأن لا تعتقد أنها في عافية الآن هذا استدراج الله عز وجل يستدرجها نسأل الله أن يتوب عليها وعلى جميع المسلمين